السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليها الدرس هي عموميات حول الدوال العددية سنتطلق في هذه الفقرة إلى تقديم بعض التعارف أساسية وكذلك خاصيات أولية وهي أساسية في هذا الدرس نعم وفي امتدادات في السنة الأولى بكارورية وكذلك ثانية بكارورية نشرك في تقديم بعض التعارف ونبدأ بتعريف دادة عددية نعم نسمي دادة عددية كل علاقة تربط كل علاقة تربط كل عدد حقيقي على أكثر بعدد حقيقي وحيد نرمز له بالرمز فمعنى دادة العددية فهي كل علاقة هي كل علاقة معرفة من آغ نحو آغ هي كل علاقة معرفة من آغ نحو آغ تربط كل عدد حقيقي تربط كل عدد حقيقي عام أكثر بعدد حقيقي وحيد فمعنى ذلك إذا وجد فهو وحيد فمثلا هذا يسمينا فهذه الدادة إذا ربطته بعدد آخر ينتبه إلى آغ فهذا العدد هو عدد وحيد نعم فبناء على التعريف لا يمكن أن نجد ذلك تقوم بهذه العملية تربط هذا العدد تربط هذا العدد بصورتين لحيث هذا العدد يخالف هذا العدد فهذا مخالف لتعريف دادة العددية فتعريف العدد العددية كل علاقة من آغ نحو آغ تربط كل عدد حقيقي على أكثر بعدد حقيقي وحيد فلي فلي نرمز له بهذا الرمز فلي إكس نعم بمعنى إذا وجد أف إكس فهو وحيد فبالتالي ممكن أن نجد أعدادا من آغ ليست لها صورة بالدالة أف نعم لتكون أف دالة على الياب هذا هو ما تعرفه ليكون إكس ينتبه إلى آغ نعم آغ ليكون لها هي هالآغنة نعم قيم عندنا التساوي ولكن هالآغن تنبر مجموعة القرار وهنا مجموعة وصول هذه الدالة لتكون أف دالة على الياب وإكس ينتبه إلى آغ إذا وجد أف اكس إذا وجد أف دي إكس إذا عمل شيء أف دي إكس إذا قامت هذا العمل هذه الأcimento بعدد ينتبه إلى آغ نقول أن الدالة أف معرفة في العدد إكس نقول أن هذه الدالة معرفة فيها العدد إكس banget وأن أف لكن جدوا إكس هو صورة إكس في دالة ف إذا أخذنا إكس من آغ لمجموع الإنقلاب وهي وجدنا أن الدالة قادر على رضه بعدد ينتبه إلى آغ نقول أن هذا العدد، صورة هذا العدد بال Buff, وأن Buff معرفة في هذا العدد إذا ما و رجب، عددا لا ترفع له هذه الدابل لأي صورة نقول أن هذه الدابلا Ghen معرفة فيه هذا العدد نواسي التقدying هذا التعريف المجموعة المكونة من جميع الأعداد التي كنت لها فجأة قادمة لأن الأعداد التي لديها صورة بالدابر F فالأعداد التي لها صورة بالدالة F المجروعة التي تضمها هذه الأعداد تسمى مشروع التعريف بالدالة F وبرموزناها بالدالة F رابعاً ليكون إغريد ينتمي إلى F كل عدد ينتمي إلى X ينتمي إلى F ويحقق F لX يسمى إغريد يسمى سابق العدد إغريد بالدالة F فماذا هذا التعريف؟ إذا أخذنا عدد ينتمي إلى F ومعطاها صورة هي F إذا وجد عدد سورته هو هذا الهد نقول أن هذا العدد صابق للدالة F لنبدأ المراحلة التالية ففي تعريف دالة F كل عدد في تعريف دالة F فكما قلنا كل عدد X ينتمي إلى مجروعة فإذا ربطته الدالة بعدد فهو وحي فلا يمكنني هذه الدالة أن تربي العدد بصورتين وإنما لكي تكون دالة عددية يجب أن تربي إذا ربطت أي عدد فما يجب أن تربيده على حق تربي عدد وحي ولكن كمراحلة ممكن أن نجب أن الدالة تربيد عددين مختلفين بصورة وحيدة وهنا تعريف لا يزال محقا إذ كل عدد لاحظوا معي هذا كل عدد إذا ربطته الدالة فصورته هو وحيدة فهذا العدد صورته وحيدة فهذا العدد كذلك صورته وحيدة هذا العدد صورته وحيدة فهنا هذا العدد x يسمى صعب لهذا العدد x وكذلك إجرامي يسمى صعب صعب فهذه الأعداد التي تحقق fx يساوي إجرام fx يساوي إجرام تسمى صوارب عدد إجرام بالدالة f نعم لدينا المثال هذا المثال تعتبر الدالة f المعرفة بما يبايا fx يساوي 2x تزاري 5 وهذا يكون x يتمي إلى f فهذا الدالة معرفة بتعبيرها بالتعبير fx يساوي 2x زاري 5 نعم فهذا الدالة قد تطرعتمنا في السنة الماضية وعملها تسمى الدالة تعرفية والدوان التعرفية تبتبعنا هذا هذا الشكل fx يساوي x زاري 5 نحن لاحظوا معي فجميع الأعداد التي تنتمي إلى f ممكن أن نحسب صورتها بالدالة f فلا يوجد أي عدد يخلق لنا إشكال في حساب صورته بهذه الدالة f وبالتالي مجموعة تعريف هذه الدالة هي f جميع الأعداد التي تنتمي إلى f نقدر على حساب صورتها بالدالة f فمثلا f بصفر f بصفر يساوي هنا نعود x ب 6 سفر إذا دعنا عدد محتام أشع تقول لي نعود في سفر زائد 5 خمسة إذا يساوي 5 خمسة وبالتالي هنا لدينا أن f في سفر يساوي خمسة فهنا خمسة صورة العدد العدد صي سفر بالدالة بالدالة f خمسة هو صورة العدد الصفر صورة العدد الصفر بالدالة f وعندما قلنا هنا الصفر هو سابق نعم سابق للعدد للعدد الخمسة بالدالة f فرح روح هنا الصورة هي محينة ولكن الصابق فكذيتو به التعبير هو سابق للعدد خمسة أيضا طرعنا إن كانت وجود سواء أخر مثلا 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 f ناقز 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 زائد خمسة تساوي هو ومالتالي هنا 1 وصورة ناقز 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 وستطلق لها فقط ثانية من هذا الأرس عمشي X يساري واحدة X سيتنزل فلاحنا معي فتعريف مجموعة التعريف هي جميع الأعداد التي لها صورة بالدالة F فهي الأعداد التي نقدر على حساب صورتها بالدالة F وهي جميع القيم الممكنان للX التي لا تخرج لها أي شيء فلاحنا معي أن X يوجد في المقام وبالتالي لا يمكن أن يأخذ قيمة X قسم على السفر لا 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 بل لا في الرياضي وبالتالي أشتعل لدينا مجموعة التعريف في جميع الأعداد مع على السفر جميع الأعداد التي تنتره إلى X مع على سفر لا مقادر على حساب صورته بالدالة F وبالتالي أفراننا هنا بل نسمي توقف الشيء فإذا مجموعة ثلاثة درجة تساوي مجموعة ألاد الحقيقية الضير المنع 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 مثلا لدينا كذلك مع الأمتداء للساب جلي واحد تساوي تعود xd و 1 فمساوي واحد على الآلاد واحد زائد ثلاثة إذا تساوي واحد زائد ثلاثة أي أرمان وبالتالي أرمان هو سابق للعدد أرمان هو سوء العدد واحد بالدالة جي والعدد واحد هو سابق للعدد أرمان بالدالة جي نعم أظل أن هذا الانتظار كافي لتقديم تعريف الدالة عددية وكذلك مجموعة تعريفية نعم هذه أخاصية التالية مجموعة تعريف دالة سليس هي A وكذلك مجموعة تعريف دالة سليس هي A فكذلك في درس حساب المتلتين فكل عدد ينتمي X ينتمي إلى A كل عدد X ينتمي إلى A فهذا العدد يمثل بنقطة وحيدة من هذه الدائرة المتلتية سمي هذه النقطة كل عدد ينتمي إلى A فهو ممثل بنقطة وحيدة على الدائرة المتلتين كوسينيس X كوسينيس X هو أفصول هذه النقطة أفصول هذه النقطة أفصول هذه النقطة يسمي بإبن X كوسينيس X كوسينيس X هو أفصول هذه النقطة في هذا المعنى الدكال وكذلك سينيس X هو أرتوب هذه النقطة في المعنى الدكال وبالتالي كل عدد ينتمي إلى A كل عدد ينتمي إلى A فهو مرتبط بنقطة وحيدة وحيدة هذه النقطة الوحيدة مرتبطة بأفصول وحيد يعني هنا قدمنا مفهوم دا دالة لدينا مفهوم دا دالة هي دالة وسينيس طرد كل عدد من X ينتمي إلى A بهذا العدد وهو أفصول النقطة التي تمثله على الدائرة المتلتين وهنا تظهر الوحدان ينصوا الصور نمشي بنسبة بسينيس فإذا كان X ينتمي إلى A فهذا العدد ينتمي إلى A وحيدة فهذا المرتبط بنقطة وحيدة لها أرتوب وحيد هذا الأرتوب نسميه سينيس X وبالتالي أولا لدينا وحدانة الصورة إذا سينيس لهذا دالة وكما قلنا فجميع أعداد التي تنتمي إلى A نحن ندينا القدرة على حسان سينيس دالة هذا بدون أخذ أي شق عليه وبالتالي جميع أعداد التي تنتمي إلى A لها صورة بهذه وبالتالي جميع أعداد سينيس أو سينيس إلى المجموعة التعريفية ما هي A ولكن بالنسبة لحساب طرجونت X لدينا قصور لدينا قصور أو الأعداد التي تمتل فيها في هاتين النقطتين الأعداد التي تنتمي إلى A وتمتل في هاتين النقطتين لا أقدر على حساب طرجونت هذا الأعداد لدينا كونجونت كما تعلمون كونجونت X معرف بهذه السيرة سينيس X على كوسينيس X وبالتالي إن بسنا على كوسينيس X يجب أن يكون كوسينيس غير منعب غير منعب وراحلوا أن إنعدام كوسينيس X يكون في الأعداد التي تمتل في هاتين النقطتين الأعداد التي تمتل في هذه النقطة هي الأعداد التي تكتب على شكل B على 2 مو AB vi وهنا الأعداد التي تمتل في هذه النقطة هذاidal che كاب بي بحيث كا ينتمي إلى إلى زر. أوكي نفسي هنا كا ينتمي إلى إلى زر. فلاحظوا أن الأعداد التي تمتل في هذه النقه والأعداد التي تمتل في هذه النقه تكتب على شكلها. بعض الكلام زال العدد صحيح نسبي في بي. إذا كان هذا العدد صحيح نسبي عدداً زوجياً نكون في هذه الحالة. وهذه الحالتين التي يمكن أن نحصل على عددين فيه معرى عددين ومتل في هذه النقه. وبالتالي الأعداد التي تمتل في هذه النقه هي الأعداد التي تكتب على الشكل بعيداً زائد كاب بحيث كا ينتمي إلى زر أو كابرين بحيث كابرين ينتمي إلى زر. وبالتالي مجموعة التاليقون الأعداد التي لها سواء بالدالة البونجون في الأعداد الحقيقية التي لا تكتب على هذا الشكل. بعيداً زائد كابرين بحيث كا ينتمي إلى زر. فكل عددين ينتمي على هذا الشكل لا يمكن أن يكون في مجموعة التاليقون دالة البونجون. وأهلاً هذا الرمز لناقص للمجموعات. ولكن سأريد أن أذكر بالتاليقين هنا. فهي كانت لدينا قاوة بي مجموعتين مجموعتين. فآناقص بي. آناقص بي. هذا الرمز ناقص للنسبة للدول. هو جميع الأعداد التي تنتمي إلى A والتي لا تنتمي إلى B. نعم. عناصر هذه المجموعة هي أعداد A الغير المنتمية إلى B. فهنا ناقص. A ناقص B. يعني اخذينا الأعداد بي ال A. ولكن الأعداد يبديح ليدناه. فانستعملنا أن أخطأ ذلك. فإن كانت هذه هي B وهذه هي A. فهذه المجموعة هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى A والغير المنتمية إلى B. نعم. هذا الجزء. وهذا الجزء فيه أعداد التي تنتمي إلى A. إذن خارقة هذا الشرق. وهذا الأعداد التي تقفل في هذه المجموعة هي أعاصل تمتني إلى A. فهذا الشرط أول ولكن لا تحقق هذا الشرط التاريخ لأن هذا الشرط غير محاق وبالتالي مجموعة التاريخ الموجود هي الأعداد التي تم تميلها والغاية التي لا يجب تاريتها على هذا الشرط ثانيا إذا كانت بي لها الحدودية مجموعة التاريخ دالة بي هي عادة دالة بي لها الحدودية إذا كانت بي لها الحدودية فمجموعة التاريخ دالة بي هي عادة دالة جد المربع فإرساب جد المربع عي على نحسو جد المربع عي على الكس أول عي يجب أن يكون تميلها أول شيء قبل حساب جد المربع عي يجب أن يكون هذا الكس هذا عدد مجموعة أقر ويساوي السجل 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 لا إشكال في أن يساوي السجل لانا لا أغلب حساب جد المربع العي يوصل سجل نعم وهذا كتذكير فها جد المربع عي هو العدد مجموعة الذي مربعه يساوي و بالتالي على الداتين نحو لدينا بمضاء على حساب جرم المربيعية هي الأعداد موجبه إذا هذه المجموعة الضمم هي مجموعة الأعداد الحقيقيية موجبه على مليس نعم؟ راحكم معي هذا التعريف هذه الخاصية أكثر أهمية إذا كانت أشوى الجدادتين على نيتين و فمعنى ف دالة المعرفة بكسرين جل X على عشرين هاتين دالتين على ديتين فمعنى ف دالتين على قتيد من أعوال أكثر من كل عدد X ينتمي إلى R على أكثر في عددين حقيقي فمعرف هذا الجد بهذا التعريف فبهذا التعريف جل X على عشرين فلاحظوا معي هنا بحساب صورة عزل ينتمي إلى يعني نأخذ X ينتمي إلى درح فالحساب صورة هذا العزل سنعاوي ربنا وسنعاوي بX هنا فالحساب آآ فلحساب يجب أن تكون لدينا أولا القدرة على حساب جل X يعني X سيكون في مجموعة طريب دالنا الجد ثانيا يجب أن تكون لنا القدرة على حساب X يعني يجب أن يكون X ينتمي إلى X مجموعة طريب دالا X ولكن كالساب من تاني يجب أن يكون المقام يعني X ينتمي إلى ومن تاني مجموعة التعريف هذه من دالا هي الأعداد التي تنتمي إلى مجموعة طريب دالا وكذلك مجموعة المقام يعني تنتمي إلى تقاطعينها بحيث أو بشكل أو شريقة أن يكون المقام مخارف س س نعم استعملنا هذا التنميز أكثر من نظر نفس الشيء هنا فهنا نعطي مجموعة التي نتمي إلى منها هذا X فهنا مجموعة على جديد وهنا الشروب على هذا X فقط شرط مقامة جديدة الخارفة صحيح صحيح نعم نعتبر هذا المثال أو المثال خامس في هذه الخاصيات فهنا فقط هي والبعض المثيلة لتقول G دالة على النار نعرف دالة F نعرف دالة هذه Fx فسال مجموعة جديد ومن ثالث لحساب محجمنا لحساب Fx هذا X على الحقيقي يجب أن تقول على حساب جديد X أول شيء يعني يجب أن يكون X ينتمي إلى الدل لجل مجموعة تعريف دالة J وكشرط يجب أن يكون عدداً مجدداً عدداً ما بداخل جدد الذي يجب أن يكون مجدداً فهنا بعض التناميد يقوم بهذا الخطأ وهو X يجب أن يكون مجدداً الشرط انتماء X إلى مجموعة تعريف عين الدالة هو أن يكون ما بداخل المجدد عدداً لدينا القدرة على حساب هذا العدد مجموعة تعريف دالة J ويجب أن يكون هذا J X خاصة مجدداً نعم سأقدم بعض التناميد طبيعي لهذه الخاصية التي سأقدم لها نعم لدينا هذا المثال أول نبدأ به المثال هي F X ستساوي خمسة علينا X وعلي دالة جد نعم نعم أنتم قدموا وشاركتهم بإعقاب فيديو وحاولوا تحديد مجموع التعريف هذه دالة 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 فأول شيء سنأخذ X ينتمي إلى A لأن مجموعة تعريف دالة دالة F فأول شيء سنأخذ عدداً حقيقيا وسنبحث عن شروط إيجاد أو لا شروط التي يجب وضعها على دالة X بحيث تكون X ينتمي إلى A بدينا X ينتمي إلى F ماذا يعني يعني أن لكي نحسب صورة هذا العدد دالة 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 ماذا يجب أن تكون الذين القضراء على أساب صورته في البصل فلاحظوا معي البصل ودالة حدودية بجموع التعريفة إنتمي إلى A إذا لا يجب فقط لاحظوا معي يجد أيضا أن تكون قدرة على حساب هذا التعبير بتعوين X لهذا الكلمة ندينا القدرة على حساب هذا العدد ولكن الشرط الثالث هو أن المقام يجب أن يكون مخالفة بالصفر فإنتماء X يعني أن المقام يخالف صفر الشرطين الأولين يعني يعني X ينتمي إلى مجموعة تقام ومجموعتين تعريفية هاته فهو محق لأنه ينتمي إلى هاته وهو معرفتين علاقاء وما يسوي أعلى X ينتمي إلى ذات يعني أن هذا المقام يخالف صفر يعني أن فالتعاون مع ذلك الناس طريقة تعاونة مع المعادلات X يعني أن X يخالف ناقص 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 نحن يعني أن X ناقص 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 وبالتالي نحس صورة X يجب أقول هذا معنى X له صورة معنى أن X مخالف ناقص 1 2 وبالتالي أعداد صورة 1 2 إلى F تساوي نعم F تساوي ولكن هاته ناقص 1 2 1 2 1 2 1 2 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 9 13 11 20 10 12 13 14 14 زائد هذه. نحن نقدم 200 ثانياً. مثلاً نعتبر الدالة بأخذ معرفة بهذا التعبير. f لx يساوي مثلاً. جداً مربع مثلاً. نعرض 3x زائد 5 زائد 5. نحن ليكون x ينتمي إلى A. ليكون x ينتمي إلى A. نحن نحن نبحث عن شروط بحين تكون لنا القدرة على حسن صورته بالدالة. فعما لدينا x ينتمي إلى F. يعني مجموعة تعريف هذه الألغة. فراح يبعي هنا كملاحظة. فالمثال الأول. هذا مثال أول. فهو طياتها هو مثال مستقلة آمن عن طياتها مثال. فالدالة المعرفة أولاً لا علاقها بهذه الدالة. فأيه هو جغل الصوريات والمنظر. محب؟ x ينتمي إلى A. يعني أن ماذا يعني؟ يعني أن ما بداخل جدأ. ماذا يعني القدرة على حساب صورته بالدالة. حساب قيمته إذا ما عودت إسهاد في الدالة. ويجب أن يكون موجباً. هذا لا حقودية أو لا نتعرفين مجموعة تعريفية. هي أعلى الشرق حساب هذا على دواع أن x سيقو في الدالة. فهذا أقصى ما يمكن وضعه. نعم. وإذا الشرق أن ما بداخل جدأ يجب أن يكون موجباً. مع أقصانات x زائد 5. يجب أن يكونها أقصى موجباً. أقصى سيقو في الدالة. سيقو في الدالة. ليس في الدارة موجباً طبعاً. لأن الأعداد موجباً. أقصى السيقو في الدالة. وكما أن سابقاً في خاصة السابقة. أن ما بداخل جدأ يجب أن يكون موجباً. وليس x. لأن ممكن أن يكون x موجباً. وما بداخل جدأ سيقو. أو أن الشرق x موجب لا يقوم جميع الأعداد التي تحقق أن الجدأ. وبداخل جدأهم موجباً. إذن راح نبعي. هذا يعني أن لا. نعم. نتعلم مع ذلكها متراجحة. لمحة أي الأعداد التي تحققها المتفاوتة. إذن. إستنة x أكبر أو ساوي. نعم. إسخد. خمسة. يعني أن لا. راح نبعي هنا لإيجاد x أو شرق على x. إن جميع الأعداد الأصرامي والإيسالي خمسة التي تحققها. وعلى دونسة σ juvenile دورة التي تحققها. كيف يتم إيجاد x أكبر أو شرق على خمسة التي تحققها. ومجب تلع الأعداد التي تقوم بهاただي على الإحصار. عن ذلك. إذن كتبات أن الجميع الأعداد الأصرامي والإيسالي خمسة على ثلاثة. ثلاثة جميع أداد أسرع 100 على إصلاح الخاصة على الثلاثة فيما الـ جميع الأعداد أسرع 100 على إصلاح 5 على ثلاثة هي هذا المجال نعم أسرع ألساوي للمجال مغلق فأني أدخلوا المجل المغلق معناه أن هذا المجوء ان كان أضرون لها حتى هذا عمصوا من العراسية قدأ رجلتم ترميز مجامبرا فعما هذا العدد لأيك المجوءة لأنه الآن نتميه إلى هذه المجوءة نعم المضغطة ألسلة أخرى ترجمة نانسي قنقر